السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديد يومكم طيب يومكم معطر بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على رسول الله في هاد الفيديو اح نقترح لكم طاولة شتوية طاولة تول مع هاد البرت يعني طاولة مقادير بسيطة جدا ولكنك رايح تتحمري بها وجهك امام عائلتك وتصلح حتى لضيوف لما لا يعني رغم البساطة ديالها الا انها كما قد لكم تحمر الوجه بدون اطالة نخليكم تكتشفوا الوصفات بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير اول حاجة حبيت نبدأ بها هي الحريرة يعني في كيكون هاكدا شتو البرت نحبو ينسوب نحبو حاجة ليتدفي اه دونك درت الحريرة اليون هنا كما را كنت شوفوا عندي شكيلة من الخضر عندي حبة تعلقرعا عندي حبيبة تعزرودية حبة تعلق البسباس يعني خضرات عشتاني راهي متوفرد وكافي السوق وراهي طريه ودي ما شاء الله البسباس راه صحي ويبنن ثاني الماكلة دونك حطيت حبة منه نقطعهم كامل هاكدا مكعابات يكونوا كبار لانه امبدا نرحيو كلش وحطيت معهم حبة بصل ثاني كبيرة نزيد معهم واحد ثلاثة تفصو ستاعتهم كبار نزيد عليهم شوية تعزيت ونقلي كلش مع بعض فوق نار متوسطة هنا زيت قطعة صغيرة بركة الجاج بشتاعتني البنة ولي عندها الحم تقدر تدير الحم ينسوخ وحطيت التوابل اللي نقول لكم دايما التوابل تبقى على حسب ذوقكم واختياركم انا درت الملح فلفل لكحل شوية زنجبيل شوية قرفة شوية تعال الكروية وشوية ولا ماشي شوية بزاف تعال القصبر المرحي اللي نحبو انا بزافة في الماكلة لانه يبنن وتانيرا هو صحي ازدت عليهم ثاني شوية تعال العكري حلو ولي حبوا عكري حار تاني تقدر يديري عكري حار وستمعهم شوية تعال الطماطم المصبرة طماطم المصبرة هنا كل واحدة تدير شحال تحب كل واحدة تحب يعني الحمورية تعال الماكلة ديالها انا منحبش الماكلة تكون بزاف حمرة نقليهم داي كلش مع بعض نقليهم بيان بيان ومبعد نمرق بالكمية تعال المال يتكفيني باش طيبلي هاد الحريرة انا نحب نزيد لها هكذا شوية عدس حمر اللي كنت خصلتو ونقيتو شوية تعال الغستانية غير قمشة صغيرة برك نقصلهم وننقيهم ونقطرهم ونرميهم الداخل وستربطها هادك تالحشيش والنعناع والكرافص ثم طابت الحريرة ديالي نحيت هادك القطعات تالجاج ورحيت كامل هادك الخوضر بلو بغاميكسر وهنا هنزيد لها شوية تالفيغميسال في الاخر هتحب بنتي ترميلها شوية فريق شوية مرمز انا يعني بش نربح لوقت نرميلها شوية بركتاع الفيرميسال ولدي يحبوها هكذا بالفيرميسال ونزيد لها تاني هادك الجاج اللي كنت فتتو نرميه الداخل هنا اللي تحب ترمي شوية حميصة تاني تقدر ترمي شوية حميصة وزيت عاوت لها ربطة واحد اخرات الحشيش والنعناع باش يزيد تلقي البنها في الاخر مع رشتها عن النعناع اليابس لي نحكوها هكذا بين الايدي باش يتلقي البن ديالو هنا طبعا اللي عنده حبات على الحارة ترميها في الاخر وفي الاخر كامل زيت لها شوية على سلحانوت وشوية على الكروية ونخليها تزيد واحد زوشتقاء يقول لها ثلاثة بركنت فعليها والحريرة ديالي هاي الكرة هي جاهزة وتجيب زاف بنينة هاد الحريرة نرافقها مع الزرودية مشرملة هنديرها كم وقبلة هنا عندي شوية على زرودية ولا الجزر نحب زاف زرودية على هاد الوقت الجيطرية زرودية تعشتجي ما شاء الله فشتا هكذا نحب مرة على مرة نحضر هاد الزرودية مشرملة لانها تبعت الدفء في الجسم سيغتوك تكون شوية حارة فشتا والبرد هكذا نحب وحاجة تكون حارة حاجة بلها سوستومات اه دونك انا هنا قطعتها الى قطع دا ولا الى دوائر واني رايح نفورها على البخار داخل الكوكوت باش نربح الوقت جيت نحضر الدرسة ولا شرموه هاد كتاع الزرودية لقدت هنا الكمون كان خلاص لي هنا حبيت نتقاس معاكم كيفاش نحن نحتفظ بالتوابل ديالي دونك انا في هذه القرعة الصغيرة اللي نديرها الاستعمال اليومي تاع التوابل ما نعمرها بزاف ولا نعمرها غير شوية برق وباقي تاع التوابل اللي تبقى اللي نحطها في بلارة تكون محكمة الإغلاق ونحتفظ بها في التلاجة هكذا اللي التوابل تعنا تبقى النات دايما جديدة و تبقى دايما محافظة على هادك نكهة ديالها لمدة طويلة و ما تخسرش سيخته سيخته العكري العكري عباكم يجيك شغل دي فاي يجيك شغل من الدى يعني تم تم يخسر لنا لذلك لازم نحتفظ به في التلاجة يبقى مدة طويلة و من بعد في المهرس حطيت التوم حطيت العكري حطيت راس تعفل في الحار دريس هادك اللي كنت شمخدوف شوية تاع الماسخون بشير طاب حطيت الكروية كروية تحب بزاف يعني الزرودية مشرملة عفوا تحب بزاف الكروية حطيت معها شوية تاع الكمون حبان البنت على الكمون في الدرسة هكذا و كامل و حطيت القصبر المرحي يجب يكون متواجد في الوصفات ديالي والملح و شوية تاع الفلفل لكحل و بعد درسهم كامل مع بعض و في مقلاح حطيت شوية تعزيت حطيت هلك الدرسة هادك زيت معها هنا شوية تعطى ماطم الموصبارة نرغير شوية برك لاني ما عندش كمية كبيرة و نقليهم على نار قليلة يعني غير هكذا غير على نار قليلة باش يبقوا محافظين على البنة ديالهم هادك التوابل و هادك التوم باش ما تتحرقش معانا و بعد نزيد نشل هادك المهرس هكذا باش نريكيبيري كامل هادك التوابل و هادك هادك التوم هادك احنا لم ندرش كمية كبيرة لانه زرودية ديالي رح تكون مفورة و راي رايح تكون طيبة احنا هايليك بعد ما طابت و تقريبا خمس دقايق و تكون واجدة نرميها هكذا مباشرة نداخل هادك الدرسة و نبقى نحرك فيها على نار قليلة الاخير كامل مقبل ما نطفي عليها نزيد لها مغرفة صغيرة تعال الخل انتي الى درتي كمية اكبر من هادك زيدي مغرفة كبيرة ندير حتى شوية على السكر لانه نقل زرودية ديجا هي في الاصلة رحي حلوة ندير غير شوية على الخلبرك و نخلي هاده واحد زوش دقايق و نطفي عليها و تكون زرودية تكون جاهزة و الان نحن حضروا المملحات لان رايحين نرفوهم مع هادك الحريرة هادك المملحات هادوك حيكونوا بعاجينة سائلة حتكون سهلة و سريعة تحضير يعني تجاهزون في رمشة العين بمقادير بسيطة ان شاء الله في وعاء حطيت كاس تحلي بيكون دافي و 200 مليلتر نزيد عليها مغرفة كبيرة و مغرفة كبيرة ماشي مع مرامليح تعال خميرة الخبز الفورية نخلطهم هكذا خلط خفيف بعد نغطي هاد الوعاء بفيلم غدائي و نخليهم يتفاعلوا لحوالي زج دقائق و لا تلت دقائق يعني المهم حتى تشوفوا انه تشكلت لكم فوقاعات في هادك الخاميره بعد ما تتفاعل هادك المكونات نخلط هكذا بالفوي و نزيد باقي المكونات الاخرى عندي حبات على البيض عندي 4 كاس تاع الزيت الكاس هادة يلفد 200 مليلتر لكي يلتبه الحليب و نزيد الملح الملحة حيث يكون على حساب الذوق هنا سنعطر العجينة بشوية الفل كحل و شوية توم بودرة الى ما عندك شتوم بودرة ممكن تدري غير رشة يعني هكذا تسكرف جي غير شوية بركتع التوم ماشي بزاف و زيت شوية التوابل المناسيمة الخاصة بالبيتزا و راح نزيد هنا الفارينة الفارينة نعطيكم مقادر مضبوطة ان شاء الله دايما بنفس الكاس دونك في اللول حطيت كاس من الفارينة و زيت معاهم غير فا صغيرة تاع خامير الحلويات نخلط هكذا بالفوي حتى نتحصل على القوام المطلوب هنا رايح نزيد الكاس الثاني ولكن نزيده تدريجيا منزيدوش ضربة واحدة حتى نتحصل على القوام المطلوب دونك نزيد نص كاس هكذا في اللول و نخلط و نشوف إذا لقيتها جريه بزاف فاني رايح نزيد النص كاس الثاني ما زالت خفيفة دونك هنيا زيت النص كاس اللي بقى لي خدتلي كامل فارينة زوج كيسان تاع الفارينة نحن ورلكم القوام دونك العاجينة ما تكونش جريه بزاف و ما تكونش متماسكة تاني بزاف هدا هو القوام ديالها خديتنا هاد ليمول و انت يخودي اي مول يكون عندك دهنتهم بشوية تاع الزبدة و رشيت عليهم الفارينة وبعد نعمرهم يعني ما نعمرهم مش بزاف خميرة الخوبس فيهم خميرة الكيميائية راح يضاعف الحجم ديالهم دونك ما نديرهم مش بزاف خشان يعني نعمروا غير شوية برك من هاد الخاليط هذا و كل ما نعمر نخبط شوية باش الخاليط هاده يتسقم منه داخل المول و طبعا الى كان قسنا ليمول ديالونا نحاولو نمسحوهم باش ما تتحرقش هادهك العاجينة اللي تكون على الاطرف و باش نزين هاد الخبيزات هادهما و نعطيهم البنه راح نديرهم شوية على البصل الخضر هاده قطعتهم من فوق انتي لكن ما عندك شوية البصل الخضر ممكن تأخذ يبصل عادي هادهك اليابس و ادبليه شوية زبدا حتى يدبال باش ما يبقاش هادهك خضر و يقرمش من فوق عزيتهم شوية تاع الطن ممكن تدي لحم مفروم هنا تستعملي تحتاج لهم مكعابة صغيرة تاع الجبن الابيض تحبي تحطي شوية جبن مبشور زيتون ايفيلي هاكدا مقطعة خضر زيتون اسود اهنا تحطي كما قلت لك وش تحبي يمكن بقالك مرسو تاع الجاج تحبي تفتيتها تحطيها من فوق الشي اللي يكون متوفر عندك تقدري تحطيه و بعد ستلهم رشا خفيفة من الاعشاب المناسيمة تحبي ديالي زعتر تحبي ديالي زعتر تحبي ديالي زعيترات تحبي ديالي زعبة تحبي ديالي زعبة تحبي ديالي تاني رشة تحبي ديالي تاني رشة تاع الجلجلان و بعد الاخر كامل نحطهم في صينية و ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 حتى ياخدوا اللون الذهابي في الاخر مملاحاتهم لقلني لان خرجتهم من فرن و اذهب للاطراف تحبي ديالي تحبيدهم تحبي ديالي تحت وتشتغبين من هاته وتاملهم من فوق لانه من لون الذهابي و من ثم نخرجهم من فوق وهو سخوني و نمشي لدي الزيت و ندهنهم كامل من فوق لانه يخرجهم بالذات ويقوموا بقصود لديهم واحد اللمعة و واحد الباريق هايل و بعد لما يدفعوا شوية ندموليهم باش ندموليهم بكل سهولة ناخد هاكدا سكين نمشي كامل على الحواف ونقلبهم هاكدا شوفو وفي الاخر البنات الطاولة الاقتصادية وسهلة بمقادر بسيطة بخضر موسمية تقدر تحضر طاولة تحمري بها وجهك زرودية المشرم لها هاي لك هنا ممكن نزلها من الفوق شوية عزية الزيتون كما قلت لكم رشتها على المعدنوس ولا رشتها على الحشيش انا هذك البس الخضر اللي بقالي كنت قطعت له حبات على الخيار حبيبات على الطماطيش قطعت له شوية عزية الزيتون و شوية زيتون هاكدا درت لهم شوية ملح و شوية زيتون قدمتم هاكدا كسراطة مع شوية على المايونيز والحريرة دينا تاني هاي لك ما شاء الله جات خطرة و سسقوني تجي بزيف بنينة انا الحريرة نديرها هاكدا غلب ها تطريقة كوم انسوب ما نحبش نديرها هاكدا الخميرة و الفارنة في الاخر ديش هاكدا بالخوضر راح تجي خطرة و تجي ما شاء الله والمملحات دينا تانية ها مليك في شكلهم النهائي صدقوني يجوا بزيف بنين ايو المملح مليح مع انسوب مع شربة يعني روعة صدقوني ان شاء الله يعني تجربوهم و ينالوا اعجابكم و طبعا لازم نقسم لكم حبة باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش يجوا الداخل في كل ريشة يجوا يعني ما شاء الله ها مليك يعني القاوام ديالهم يجوا انتخل الخوبس انتخل ديمادينسة يعني حاجة بزيف خفيفة و هادو كل اشياء كاملة يجعني يعني يجعني يقومون بالنهايلة ان شاء الله تجربوهم والله يعني ما كوش راحين تندمو ان شاء الله شكرا حبيبيتي كانت هدية طاولة الاقتصادية بخضر موسمية خضرة عشتة اه تقدر تحضري يعني اجمل طاولة تفرحي بها عيلتك ولا يمكن حتى عندك ضيوف صدقيني حتى اذا كان عندك ضيوف اكي حتحمري بها وجهك امامهم بمقادير بسيطة جدا اذا كان حبيته هاد النوع ولا المازدين هاد النوع تعالفيديوهات هادا طاولات تكون شتوية توالم هاد البردو هاد شتا وصلونا الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات باش نزيد لكم ان شاء الله طاولات وهكذا باش تشدعوني ونتحمس ويكون هناك المازد هنا في الاخرة نريد نوري لكم يعني في القوام التالي حريرة كيفاش جات ليجات ما شاء الله المملحات لازم تجربوهما كش راحين تندمو عليهم شاهدكم بالصحة شاهدكم في الجنة نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة